أعزائي حلاء الكورنفليكس من الحلويات اللذيذة تجهيزه ما بيحتاج منه أبداً وقت أعزائي لتجهيز الحلاء أنا هحتاج بسكويت مطحون أو أي نوع بسكويت آخر أنتو بتحبوه أنا طحنته قريدي مجهز عندي بالشكل هذا هحتاج كورنفليكس أي نوع أنتو برضك أنتو بتحبوه اللي هو بيبقى رقائق الدرة اللي بتبقى بهذا الشكل حستعملها في مرحلتين المرحلة الأولى في الحلاء نفسه والمرحلة الثانية في التغطية اللي هتبقى الطبقة الخارجية للحلاء وحنحتاج نوعين من الحليب الحليب المجفف البودر وححتاج الحليب المحلة اللي بيبقى تقيل والجيمر نبتدي عزائي خطوتنا الأولى بتجهيز الحليب الحليب المجفف البودر ممكن طبعا ببساطة أستعمله هيك ولكن إحنا بنحب دائما نعطي نكهة جدا مميزة بحمس الحليب فبيتحول لشيء آخر وطعم جدا لذيذ خلينا نشوف مع بعض أعزائي كيف بدنا نحمس الحليب البودرة أعزائي بحتاج اللاي بحط الحليب وعلى نار متوسطة بابتدي أقلب هيك شوي شوي لغاية ما يأخد اللون الدهبي اللطيف وخلوا بالكم لأنه بسرعة بيتغير لونه أعزائي الحليب بعد ما حمصته زي ما شفنا كيف تغير لونه وأصبح لونه هيك عاجي أو على صفار ونكهته كتير كتير حلوة أصبحت هخليه على جنب ونبتدي الخطوة في أني أنا بدي أطحن الكورنفليكس خلينا نطحنه ونشوف شكله كيف هيكون ممكن نحطه في مطحن هيك ببساطة وحنبتدي أعزائي خطوتنا بتجهيز خليط هذا الحلة عندي هون البسكويت المطحون هحط فوقه كمان الكورنفليكس اللي طحنته وحنحط فوقه الحليب المحمص وحضيف الهيل وكمان حنضيف القرفة حبتدي هلأ أعزائي أضيف الحليب لمحلة وبعد هيك نضيف الجيمر وكل هالمكونات أعزائي حقلبها مع بعض لغاية ما تندمج ويصير عندي خليط معجون نلاحظ كيف هلأ كله تجمع مع بعضه والحليب ابتدى يتشرب بالبسكوت وأصبحت عندي متجانسة أعزائي هلأ الخليط جاهز الكورنفليكس عندي طبعا بيكون قطع كبيرة فممكن بأطراف أصابعي فقط أبتدي أضغط عليه بس بدي أفتته أو أطحنه شوية نضغط عليه بالطريقة هاي يبقى هيك أصبح عندي مفتت وجاهز وعننا هون شوية من الحليب المحلة ما بنحطه كله في المقدار بنخلي شوية هيك على جنب حنأخذ كرة من هذا الخليط شكلها بسيط وحلو ما بتأخذ منكم مجهود في التشكيل هلأ بأخذ شوية من الحليب وبحاول أوزعه على الكرة عشان تبقى شوية لزجة بقدر أغطيها بعد هيك في الكورنفليكس فبتتغطى وبيلزق عليها الكورنفليكس في منتهى البساطة زي ما شفتوا الخطوة كتير بسيطة وسريعة أعزائي خلينا نشوف الطبق النهائي أعزائي الطبق النهائي أصبح عندي جاهز لو أنا حبيت شوية أخلي هذا الطبق مميز أكتر ممكن أوزع عليها صلصة شوكولت حتطلع رائعة جدا أو أحط عليها كمان صلصة توفي أعزائي الوصفة كتير لذيذة وأنا كتير حبيتها عشان هيك حبيت إنكم تجربوها وأرجو إنها تعجبكم حلة كورنفليكس واحد كوب حليب بودرة مجفف واحد ملعقة صغيرة هيل ناعم نصف ملعقة صغيرة قرفة ثلاثة كوب بسكويت نيجيستف مطحون اثنين كوب كورنفليكس نصف كوب جيمر أو إشطة واحد قلبة كبيرة 400 جرام حليب محلة للتغطية كورنفليكس